أهلا بحضراتكم من جديد أهم حدث الفترة الجاية هو نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والزمالك المباراة اللي هتجرى بإذن الله واحد أحد يوم 27 من الشهر الجاري وهي مباراة مش مجرد مباراة لا هو حدث بيحصل مرة في العمر يعني أن أنت تلاقي أهلي وزمالك أكبر فرقيتين في الكرة موجودين في نهائي أهم الطولة في كرة أفريقيا الحاجات دي ما بتحصلش كتير يعني ما حصلتش مثلا في أوروبا أنت عندك ريال مادريد وبرشلونة أكبر فرقيتين في أوروبا ومن نفس البلد ما لعبوش مع بعض النهائي حصلت في أمريكا الجنوبية طبعا ما بين ريفر بليت وبوكا جونيور لكن في نفس الوقت هو حدث فريد من نوعه فلازم أن احنا لما نجي نظهر الحدث ده للعالم اللي أكيد حيتابع هذه المباراة طبعا نظهره بالشكل الأنسب والشكل اللي يليء باسم بلدنا الحبيبة مصر فبالتالي الكلام خلال الفترة اللي فاتت عن أن ممكن يوم المباراة اللي مفترض أنها تتلعب فيه أستاذ برج العرب فممكن يكون فيه نوة اسمها نوة المكنسة ودي كانت من خلال أحد مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية وتصرحات لي مبارح وقال يا جماعة بنسبة كبيرة الأسبوع الأخير من نوفمبر بيبقى فيه نوة اسمها نوة المكنسة فوارد أن يبقى فيه أمطار وسيول كتير تأثر عن مباراة وارد أنه ما يحصلش بس النسب الأعلى أنه حيكون فيه ده الطبيعي فإحنا ليه نحط نفسنا في الموقف ده يعني إيه العائق اللي يخلي أن المباراة تتلعب في أستاذ القاهر أجواء هتبقى مناسبة حتى لو فيه أمطار مش هتبقى بنفس الكسافة اللي شفناها قبل كده وأنا عايز أفكر حضراتكم بمباراة الأهلي والزمالك السنة اللي فاتت في بطولة الدوري واللي كانت في ملعب الجيش ببرج العرب وكان المظهر سيء جدا وكانت مباراة رغم إمكانيات الفرقيتين في هذا التوقيت إمكانيات قوية قوي لكن زي ما حضراتكم شايفين كده الملعب كان سيء كل قرى اللي عيبها تتزحل يعني كان عبارة عن برك مياه فده كان أمر صعب جدا 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 فإحنا مفروض نبروز الحدث ده مفروض نطلعه للعالم أو بيه شكل مناسب وشكل يوليق بالقرى المصرية والأفريقية فأنا في الحقيقة يعني بطلب بطلب من المسؤولين وبطلب من كل من هم منوطين بالنقل هذه المباراة من الأستاذ الجيش برج العرب والأستاذ القاهرة إنهم هيتحركوا من دلوقتي كان فيه تصراحات لوزير الشهور الرياضة بيقول إن إحنا من تابعين الموقف وإن إحنا حنحاول نشوف الوضع هيكون إيه يوم 27 لو كده يعني فيه بعض الملاعب الممكن تصديف هذه المباراة لكن إيه المشكلة؟ لو أستاذ القاهرة هو أولي أستاذ فهو أكتر أستاذ يقدر ينقل صورة مصر المميزة فنتمنى إن التحرك يكون من دلوقتي نتمنى إن إحنا نبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن المباراة حيتم نقلها من أستاذ الجيش برج العرب لأستاذ القاهرة يعني عشان نبقى واخدين إجراءاتنا الاحترازية يعني احتياطي نلعب في أستاذ القاهرة يعني أستاذ مميز جدا وحاجة جميلة جدا المشكلة لما ناخد الخطوة دي من دلوقتي ومن بدري بدل ما نتزنق وبدل ما يقول لك لا خلاص مش هينفع أكيد إتحدى أفريقيا برضو حريص على إن الشكل المباراة يخرج بالشكل كويس طب ما بالك إنت دلوقتي مراسم التتويج لو هي مثلا المطشة حيتلعب في أستاذ الجيش برج العرب حيتم تتويج الفائز اللي هو بإذن الله واحد أحد يكون نادي الأهلي حتتويجه ازاي حتديله الجوائز بتاعته واللقب والبطولة ازاي يعني هيبقى الشكل مش حل وحيبقى فيه عوقت كتير جدا وحيبقى فيه مشاكل كتير جدا وأزمات احنا في غنى عنها احنا الهدف بالنسبة لنا دلوقتي إن احنا عندنا فرقتين تقال قوي من أكبر في أفريقيا إن لم يكن هما الأكبر على الإطلاق بكل تأكيد لازم لازم إن احنا نخرج صورة مميزة جدا عن الرياضة المصرية والقرى المصرية وخصوصا إن تصرحات مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية قالوا لك إن فيه نوة وإن الدنيا ستبقى صعبة وخلوا بالك ولازم تعملوا حسابكم في الجزئية فهو يعني هي مناجدة وطلب بالنسبة لطبعا كل المسؤولين المنطين باتخاذ مثل هذه الكرارات وإحنا قدنا بنتكلم هنا قبل المبراط 19 يوم يعني معنا وقت فكل ما يبقى الكرار بدري كل ما يبقى أحسن حتى الفرق يكونوا خلاص عاملين برامجهم هتبقى أزاي ومطالما لو هلعبوا هنا في القاهرة في حسابات مختلفة حتى لو هلعبوا في اسكندرية في استادة الجيش برج العرب في صفر في أمور ممكن تغير برامج تدريبية خاصة بيك فعليت من بدري بل الأمر يحسب ده هيبقى أمر مهم جدا النهاردة من ضمن الأخبار المهمة تم الإعلان عن قايمة